الملعب تشاكير ما هوش أرضية ميدان فقط هو مركب في عدة مرافق وفي عدة هياكل إذن الآن المركب رو في شونتي يعني رو في ورشة بعدما أرضية الملعب سلمت تسيرها وصيانتها للإتحادية لكرة الإتحادية الجزائية لكرة القدم في عدة ورشات رمت واجدة بالملعب خاصة نسابقه في الزمن تحضيراً للمقابلة المقبلة على الفريق الوطني إذن كما تلاحظوا الورشة الأولى هي تركيب الكراسي للمتفرجين تقريباً نتهينا منها المنصة الشرفية راي فيها أعمال وراهي ورشة لكي توسعت توسعتها لتسمح بيكون لزن فيتي يعني تسمح لهم بعدد كبير أيضاً كي منسموها منطقة الفيفا يعني لازون فيفا هي راهي راناً نباشروا في الأعمال تاحها لأنها داخلها في المشروع اللي رانا نقوم به اللي رانا نقوم به اللي رانا نقوم به مديرية التجهيزات العمومية على المستويلة هي لي صاحبة المشروع رانا نقوم بتهيئة كامل لازون فيفا أيضاً فيها تهيئة من ناحية الدورات المياه للجمهور أيضاً اللوحة التقنية أو الطابلو إلكترونيك ثاني أيضاً هو داخل في المشروع هذه كمرحلة أولى المرحلة الثانية راح يجي تغطية المنصة الشرفية لنك هذا بسفة عامة مديرية التجهيزات العمومية